الحد من القوة العسكرية للنظام السابق كان الهدف الرئيس عندما أصدر الرئيس اليمني عبد ربو منصور هادي قرارات اقتطع بموجبها ألوية كاملة من الحرس الجمهوري القرارات نصت على تشكيل كيان جديد هو الحماية الرئاسية على أن تتشكل هذه القوة من اللواء 314 التابع للفرقة الأولى مدرع التي يقودها علي محسن الأحمر ومن اللواء الأول والثاني والثالث في الحرس الجمهوري الذي يقوده اللواء أحمد علي صالح ويضم الحرس الجمهوري قوات النخبة في الجيش اليمني وهو جهاز العسكري الأبرز من بين الأجهزة التي يقودها أو يشارك في قيادتها أقرباء للرئيس اليمني السابق وحسب القرار الرئاسي ستتبع الألوية التي تم فصلها عملياً رئاسة الجمهورية وتتمتع باستقلال إداري ومالي تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون عسكريون قتل أثنين من مقاتلي القاعدة كما شنت طائرة أمريكية من دون طيار غارة أدت إلى مقتل أثنين آخرين جنوبي البلاد وتخوض اليمن بمساعدة الولايات المتحدة حرباً على تنظيم القاعدة الذي نشط كثيراً منذ اندلاع حركة الإحتجاجات ضد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح اشتركوا في القناة